اهلا بالمتابعين الكرام في الحلقة الماضية وجدنا أن القرآن في مرحلة ظهوره ما كان سوى كتاب قراءات أو كتاب تلاوات أو كتاب الفوصل وتسمى باللاتيني لكسيوناريوم أو لكسيوناريوس وباللغة السوريانية يسمى قريانا نظرا لاحتوائه على مقاطع من الكتاب المقدس فيكفي أن نجد في القرآن ذكرا لما يناهز 137 فصلا عن قصة موسى فقط لنقول بدون تردد أنه كان فعلا كتابا للقراءات بلسان عربي لكنه تطور فيما بعد ليصبح كتابا مقدسا للعرب وكل المسلمين فكل مصطلحاته الأساسية هي لوترجية ولاهوتية ومن أهمها كلمة صورة بمعنى فصل كما جاء في الآية 23 من صورة البقرة ويونس 38 والقرآن أو قريانا يحتوي على 114 صورة أو فصل وهذه الكلمة أي صورة كانت موجودة عند السريال قبل الإسلام ولكن بحرف الصاد صورة من بين معانيها متن الكتاب المقدس كله وهذا المعنى يؤكد فرضية كون القرآن يحتوي على متن أو فصل أو قراءات من الكتاب المقدس وتعبير صورة الكتاب يقابله التعبير السرياني صورة الكتاب ويعني كذلك المتن من الكتاب المقدس هذا الكتاب يدعو إلى عبادة الله الله من أصل آرامي مشتقة بدورها من كلمة إيل بالآرامي ومعناها العالي وكذلك باللغة العبرية أي إله السماوات أيضا كلمة صلاة صالوثا بمعنى دعاء والكلمة جاءت بالواو وهي كذلك في المخطوطات والمصاحف القديمة بالواو تماما كما في اللغة السريانية هذه الكلمة تجدها من بين الآيات في صورة مريم 31 و55 وطهى 132 وغيرها كذلك كلمة زكاة في صورة مريم 31 و55 والأنبياء 73 الحج 41 تكتب في المصاحف القديمة بالواو بالضبط كاللغة السريانية بمعنى طهر نقاء تنقية وتطهير المال بدفع العشور لله والتقرب لله كذلك يكون بالصوم صومة بمعنى امتناع انقطاع وجاءت بالتاء صومثا بمعنى الامتناع عن الكلام أو صمت أو سكوت تماما كما هو مفهوم في صورة مريم الآية 26 تقول الآية إني ندرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية كذلك موضوع تقديمة الدبيحة ذبحة أي ذبيحة قربان كما جاء في صورة الصافات الآية 107 وفديناه بذبح عظيم فهذه الدبائح كانت تقدم للكاهن كهنى وجاءت في عدة آيات من بينها الحاقة 42 الطور 29 وهذه الدبائح تسمى كذلك قربانا أو قربان كما جاء في صورة آل عمران الآية 183 المائدة 27 والأحقاف 28 وتقدم رمزيا بواسطة قسيس قشيشة كما جاء في صورة المائدة الآية 82 لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشراكوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وصفة هذا الإله رحمن كما جاء في صورة الفاتحة الآية الأولى والثالثة وفصلت الآية الثانية إلى آخره الذي هو الله أو بتعبير سوريان الله ورحمانا أي الموصوف بالرحمة وقد كانت هذه الصفة متداولة في منطقة أرابيا فيليكس عند ملوك حمير باليمن رحمانا ولا نعرف بالضبط من أخذ عن من هل السوريان أخذوها عن اليمنيين أم العكس وقد رأينا في الحلقة 105 التعبير اللاهوتي بالخط المسند في آخر سطر في نقش الموجود في متحف إسطنبول تحت رقم بي إي أس سبعة ستة سفر تمانية باسم رحمانا وابنه كريستوس غالبان بمعنى باسم الرحمن وابنه كريستوس المنتصر والروح القدس وقد كتب هذه العبارة اللاهوتية في عصر أبرها بالخط المسند على نقش وجد في مأرب يعود لسنة 548 ميلادية تحت رقم سي إي هاش خمسة أربعة واحد يقول النص بقوة وعون الرحمن الرحيم ومسيحه وروح القدس فكلمة إبن في النقش الأول أصبحت مسيحه وهذه الكلمة مشيحة باللغة السوريانية معناها المدهون أو الممسوح بالزيت المقدس كذلك في اللغة العبرية مشيح تأتي بنفس المعنى إذن هذا الممسوح بحسب القرآن اسمه عيسى بن مريم كما جاء في صورة آل عمران الآية 45 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وكلمة المسيح هنا صفة بمعنى الممسوح كما قلنا وعندما ينفي القرآن عملية الصلب في صورة النساء الآية 157 فهذا لا يعني بالضرورة عملية الصلب المعروفة فكلمة صلبة يعود بها القرآن لأصلها السورياني الأرامي صلبة بمعنى يربط يشد الوطاق وبالتالي عندما يتحدث عن الصلب في صورة الشعراء آية 49 ولا أصلبنكم أجمعين ويوسف 41 وطاها 71 فكلها تتحدث عن الصلب في عصر ما يسمى بالفراعنة وهو عصر يوسف وموسى لم تكن عملية الصلب المعروفة حاليا موجودة وبالتالي فالقرآن يعود بالكلمة لأصلها اللغوي بمعنى ربط وشد الوطاق إلى الآن فالمصطلحات اللاهوتية في القرآن هي في الأصل مسيحية ويهودية ولا دخل الوتنية في الموضوع فالسيادة والريادة للإله الله أو الله وهذا الإله له خدام نورانيون تسمى الملائكة أو الملائكة جمع ملاك بمعنى رسول أو سفير وهذا الإله يحكم بين الناس يوم القيامة قيامتها أي إحياء الموتة كما في صورة الزمر الآية 15 و 24 و 31 وكذلك فاطر 14 والقيامة الآية الأولى إلى آخر الآيات ويسمى هذا اليوم بيوم الدين بالآرامي دينة ومعناها حكم أو عقوبة كما جاء في صورة الشعراء 82 والصفات 20 وصورة صاد الآية 78 إلى آخره فمن يعمل الخطايا ينال العقاب والخطايا جمع خطيئة خطيئة بمعنى دمب أو إتم جاءت في صورة النساء الآية 112 والخطيئة في اللغة السوريانية الأرامية تسمى كذلك حوبة أي دمب أو إتم جاءت في صورة النساء الآية 2 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وهذه الدنوب والخطايا سببها الضلال أيضا الطاغوت في اللغة السوريانية الأرامية طعيوثا أي ضلال وهرطقة وجاء ذكر الطاغوت في صورة البقرة الآية 256 وكذلك النساء 51 وستين وستة وسبعين والنحل 36 إلى آخره وأما مصطلح الجنة من فعل جنا بمعنى يغيب يحجب يستر أي مكان مستور كالجنين في البطن حيث إن من يطع الله يدخل للجنة وجنة الليل أظلمة والجن معناه الذي لا يرى وهكذا هذه الجنة تسمى ملكوت ملكوثا بمعنى مملكة كما جاء في صورة الأنعام الآية 75 لأصحاب الجنة غبطة وسعادة كبيرة تسمى باللغة السوريانية الأرامية طوبة أي خير وغبطة وسعادة كبيرة كما جاء في صورة الرعد الآية 29 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبة لهم وحسن مآب نكتفي بهذا القدر من المصطلحات اللاهوتية وهي كثيرة جدا في القرآن نحتاج ساعات وساعات لسردها لكن كلها تؤكد أن هناك علاقة وثيقة بين النص القرآني وبين الكتاب المقدس بعهده القديم التوراة والتناخ والأناجيل والرسائل والوعضات الكنائسية كقصة أهل الكهف في تيت أفاسوس نلتقي بكم في الحلقة المقبلة فكونوا معنا ترجمة نانسي قنقر